منذ تولي الرئيس عبد الفتح السيسي إدارة البلاد وضع المواطن المصري في قائمة أولوياته وحرصها على توفير معيشة طليق به فالقرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتعين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات وإقرار علوتين بـ 8 مليار جنيه عكست اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية منتصراً للموظف ومنحازاً لطوائف الشعب كافة دائماً ما تحرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين في ربوع البلاد فمنذ تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد وضع المواطن المصري في قائمة أولوياته وحرص على توفير معيشة تليق به وحرص من الرئيس على إعانة المواطنين على التزاماتهم وخلال اجتماع الرئيس بوزير المالية وعدد من المسؤولين وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه كما أقر علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي كما أقر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه وتلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم وجه الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة خمس سنوات كما اعتمد حافزا إضافيا جديدا لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل الإجمالي إلى 3 مليارات و100 ألف جنيه وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية وجه الرئيس السيسي بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بما كانت مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وما كانت وتطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي بحيث تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة وتضمن تحفيز الاستثمارات بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي تبقى لاستراتيجية الدولة 2030